موسيقى الرئيس السيسي وجهه بمواصلة جهود تحسن مسار توطن الصناعة في مصر بقطاع النقل وبسرعة الانتهاء من تطوير الموانئ موسيقى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاسباني واكدان خطورة التصعيد العسكري على رفح الفلسطينية لعواقبه الانسانية الوخيمة مصر تدين الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة بقطاع غزة وتطالب بإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها موسيقى التاسع مساء السابع بتوقيت جرينيش نشرة اخبارية تاتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم مشاهدين وبداية هذه النشرة مع الزميلة نسرين فؤاد اهلا بك نسرين اهلا بك لؤي اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والنقل وجه رئيس السيسي بسرعة الانتهاء من انشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل وصرح المستشار الدكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية واعادة تأهيل وتطوير خطوط متر الانفاق بالقاهرة الكبرى فضلا عن مشروعات انشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال واضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن منطرد في مصاري توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلية وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشهيدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية وفي هذا الاطار وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من انشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصدرات المصرية وصولا لتحويل مصر لمركز اقليمي للنقل وتجارة الترانزيت على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة اكد رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي امنويل ماكرو ضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفرسطينية من خلال حل الدولتين كذلك خلال اتصار هاتفي بين الزعيمين تناول تطورات الاوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية للتوصل الى وقف فوري ومستدام لاطلاق النار واتمادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانية كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحة والمصابين الفرسطينيين بما يخفف من وطأة المأساة الانسانية في القطاع واضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور احمد فهمي ان الرئيسين تطرق الى التطورات الاقليمية في طار التصعيد الاخير محذرين من خطورة انزلاق المنطقة الى حالة واسعة من عدم الاستقرار بما يفرض الالتزام باعلى درجات الحكمة وضبط النفس واتفق الرئيسين على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الاصعدة هذا وتلقى للسيد رئيس عبد الفتاح حصيس اتصلا هاتفيا من رئيس الوزراء الاسباني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث اثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم واكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين وضف متحدث الرئاسة انه فيما يتعلق بالاوضاع الاقليمية وخاصة في قطاع غزة تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وانفاد المساعدات الانسانية الى القطاع وقد اشاد رئيس الوزراء الاسباني بالدور المصري على المسارين السياسي والانساني لانهاء الازمة الجارية كما ثمن الرئيس السيسي الموقف الاسباني من الازمة الراهنة مشيدا بتحركات رئيس الوزراء الاسباني لدعم السلام في المنطقة وفي هذا السياق تم تأكيد خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الانسانية الوخيمة كما تناول الجانبان التوترات الاقليمية الاخيرة واكدا وهود حاجة ماسة وعاجلة لانهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والامن بالاقليم وقد تم التشديد على محورية العمل للوصول الى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وخاصة عن طريق تفعيل حال الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بما سيدعم جهود سعادة الامن والاستقرار والسلام في المنطقة شهدت الفترة الاخيرة عدة تصريحات لمسؤولين اسرائيليين تحمل مزاعم ودعاءات باطلة حول وجود عبليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والدخائر ومكوناتها الى قطاع غزة من الاراضي المصرية بعدة طرق ومنها انفاق زعمت هذه تصريحات وجودها بين جانبي الحدود كانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قد اصدرت بيانا في يناير الماضي اوضحت فيه ان كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر لتحقيق الامن والاستقرار في سيناء وتعزيز الامن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة مبينا ان مصر اتخذت خطوات واسعة للقضاء على الانفاق بشكل نهائي المزيد نتابعه مع زميل هشام عبدالتواب اهلا بكم مشاهدين الكرام اذا مزاعم والدعاءات باطلة ادلا بها مسؤولون اسرائيليون خلال الفترة الاخيرة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة الى قطاع غزة من الاراضي المصرية بعدة طرق وهو امر محض افتراء وكذب الهيئة العامة للاستعلامات اوضحت ان ما يوضح ويكذب ويؤكد كذب هذه المزاعم هو ان كل دول العالم تعرفوا جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في اخر عشر سنوات لتحقيق الامن والاستقرار في سيناء وتعزيز الامن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة حيث عانت مصر كثيرا من هذه الانفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الارهابية في سيناء عقب الاطاحة بنظام الاخوان في يونيو 2013 وحتى 2020 الهيئة اوضحت ان هذا الوضع دفع الادارة المصرية لاتخاذ خطوات اوسع للقضاء على هذه الانفاق بشكل نهائي حيث تم عمل منطقة عازلة بطول خمسة كيلو مترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة كما تم تدمير اكثر من 1500 نفق كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد ل14 كيلو مترا مؤكدة ان مصر تتمتع بالسيادة الكاملة على ارضها وتحكم او تحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة او مع اسرائيل الهيئة اعتبرت ان اي ادعاء بان عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضاء لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغو فارغ ومثير للسخرية لان اي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب اولا ان تمر على معبر كرم ابو سالم التابع للسلطات الاسرائيلية والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل الى القطاع الهيئة العامة للاستعلامات قالت ان الجوهر الحقيقي للدعاءات اسرائيل هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فلادلفيا او ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الامنية الموقعة بينها وبين مصر مشددة على ان اي تحرك اسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي الى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الاسرائيلية وتؤكد مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين قصرا او طوعا الى سيناء وهو ما لن تسمح لاسرائيل بتخطيه مشيرة انه على الحكومة الاسرائيلية ان تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها واجهزتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الاسلحة الى قطاع غزة ومن بينهم بهدف التربح الهيئة اشرت ايضا الى ان المعلومات توضح ان معظم عمليات تهريب الاسلحة الثقيلة الى قطاع غزة تتم عبر البحر المتوسط حيث تسيطر على شواطئه مع غزة صورة تام القوات الاسرائيلية البحرية والجوية مما يؤشير الى نفسه النوعية من المتورطين في اسرائيل من جيشها واجهزتها وقطاعات مجتمعها في تهريب الاسلحة الى قطاع غزة اذا مشاهدين الكرام كان هذا عرضا مجازا حول الموقف المصري والمزاعم والاكاذيب الاسرائيلية شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هتفيا من وزير خارجية السويدة توبياس بيلستروم وقال المتحدث باسم الخارجية السفير احمد ابو زيد ان الاتصال تناول تطورات الحرب في غزة وتدعياتها على المنطقة والجهود المشاركة لتحقيق وقف اطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الانسانية اعرب رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر للحصول على دعم المنظمة الدولية والجهة المانحة لمواجهة اعباء استضافة المهاجرين في ظل التحديات الاقتصادية الرهنة واخلال لقائه المدير عام للمنظمة الدولية للهجرة امي بوب قال مدبولي ان الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من اعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين اليها واكد رئيس الوزراء حرص مصر بصفتها دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة حرصها على تقديم الدعم والخدمات للمهاجرين وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي وان لا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى بل يتجاوز ذلك ليشمل دعما هيكليا متوسط المدى حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات ويخفف من الاعباء الملقاتي على عاتقها من جريبها اكدت مسؤولة الهجرة ان المنظمة تؤيد تقديم الدعم لمصر لتخفيف الاعباء عنها جراء استضافتها الكثير من المهاجرين واللاجئين عقد الدكتور مصطفى مدوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف صناعة الاسمدة وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها واشار رئيس الوزراء الى جهود دولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة وذلك بما يسلم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الانتاج المحلي منها تلبية للاحتياجات والاستخدامات وبما ينعكس ايضا على نمو حجم الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية وكذا رئيس الوزراء توجه الحكومة لاتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعا للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة وتعظيما لما نمتلكه من مقاومات واعدة في هذا المجال وذلك بما يسلم في زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة والمو حجم صادراتها وفتح اسواق تصدرية جديدة اكد دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعميق التعاون مع دولة الامارات في مختلف المجالات لا سيما مجال التعاون الاقتصادي والذي يشهد تطورا ملحوظا خلال الاونة الاخيرة جاد لكا خذال اكتماع عقده مع محمد سعيد الضنحاني مدير الدوان الابيري لامارة الفجيرة بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة بأدف استعراض خطط التوسع المستقبلية للامارة وشركة بروج لاستثمارات والغاز في السوق المصرية في مجال النفط والغاز واشد رئيس الوزراء بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قبل الشركة مؤكدا دعمه الكامل تنفيذ مثل هذه المشروعات والوصول الى النتائج في اسرع وقت ممكن هنا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها الى حضن الوطن وكد مدبولي في برقيته ان هذه المناسبة ستظل دوما وابدا فخرا لجميع المصريين للتذكير بنصر اكتوبر المجيد الذي قدم فيه ابناء مصر البواسل ارواحهم ودماءهم فداء للوطن وضربوا اروع الامثلة في البطولة والوطنية الصادقة من اجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته واشهد مدبولي بالتوجيهات المستمرة للرئيس السيسي ببدل كافة الجهود لتحقيق التنمية في ربوع سيناء وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير فرص العمل في اطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء كما بعث رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المصلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بذات المناسبة بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لتحرير سيناء واجاء في نص البرقية ان رجال القوات المسلحة يهنئون رئيس السيسي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة ويؤكدون وفاءهم واخلاصهم للمهام والوسئوليات التي كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدسته متمسكين بروح نصر اكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم باحرف من نور في سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على ارض سيناء الحبيبة تخفقوا بالعزة والكرامة الوطنية كما بعث الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثرة لرئيس السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة هذا واصدر الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة توجيهات لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي وأكد أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء هذا وبعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وقال وزير الداخلية أنه يسعده وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أن يتقدم للرئيس السيسي بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات وأن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواما عديدة ومصر في عزة ورخاء وضف وزير الداخلية أنه يأتي الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة في كل عام ليجسد في وجدان الأجيال المتعاقبة حقيقة أن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار وفاءا لدماء زكية سالة من أجل رفعة رايته ومجده وعزته كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع استعداد مصر أن تسخر كل قدرتها وجهودها للوساطة وبالتنصيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرق وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياتك في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العامل أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين والتي تتضمن أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر من 2985 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والإغاثية والمياه ويتي ذلك تنفيذا لتوجيات رئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تنفيذا لتوجيات الرئيس عبدالفتاح السيسي يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المصعدات إلى أشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعليقين وفاد مراسلنا بدخول أربع شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الاثنين الثاني والعشرين من أبريل ضفت إلى دخول ستين شاحنة من المساعدات إلى القطاع عبر منفذ كرم أبو سالم كما شار مراسلنا إلى أن معبر رفح استقبل الاثنين الثاني والعشرين من أبريل ثلاثين مصابا فلسطينيا يرافقهم سبعة وخمسون شخصا قالت وزارة الخارجية أنه من المؤسفي والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين على مرأة ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن جاء ذلك تعليقا على اكتشاف مقابر جمعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة وادان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والتي تطار المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية مجددا التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبها كما أضاف أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة بل يزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبا بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر وكانت تواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية قد أعلنت انتشال جسامين 283 شهيدا من ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي ومن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وقالت مصادر صحفية إن تواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم جسامين 73 شهيدا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عثر على جسامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدا ولفتت إلى أن الجسامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي بداخله أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجمس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرم وقت ممكن وذلك في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية البحتلة بما فيها القدس واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كشف تقريرنا لوزارة الخارجية الأمريكية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست أعمال قتل غير قانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وكشف التقرير أن رد إسرائيل على السابع من أكتوبر أدى لسقوط أكثر من 21 ألف فلسطيني كضحايا بنهاية 2023 كما كشف أن قوات الاحتلال مارست الإخفاء القصرية والتعذيب وفرضت قيوداً على حرية الإعلام بالإضافة إلى عدم اتخاذ إسرائيل خطوات علنية لتحديد المسؤولين المتهمين بانتهاكات بغزة ومعاقباتهم كما أوضح التقرير أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2023 قالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة أن غزة تشهد إبادة جمعية بشكل لا لبس فيه وأضحت المقررة الأممية أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان القطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم مشيرة إلى أن قطاع الصحة مدمر بفعل الهجمات الإسرائيلية فضلاً عن تدمير مقرات المؤسسات والمنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة الإسراء في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعب فلسطين فوراً كما شدد عباس على أهمية الإسراء في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم التأكيد على الحاجة إلى مرور آمن ومستدام وسلس المساعدات والبعثات الإنسانية عبر قطاع غزة لخدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لرعاية المنقذة للحياة وأقال أدهنوم أن منظمة الصحة العالمية وشركائها في مجال العمل الإنساني لم يتمكنوا من إكمال مهمتهم إلى مستشفى كمال عدوان والعودة في غزة إلا جزئياً بسبب التأخير الشديد عند نقاط التفتيش واستمرار الأعمال العدائية وأضف أنه نتيجة لذلك لم يصل الوقود والإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال عدوان للمرة الثانية خلال الأيام السبعة الماضية والذي يتمكن الشركاء أيضاً من تقييم الاحتياجات في مستشفى العودة لدعم استعادة الخدمات هناك أفد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين الأونرواب أن الوكالة وضعت عدداً كبيراً من الأليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية بالتركيز على مبدأ الحياد وقال إنها تتبع نهجاً للحياد أكثر تطوراً من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية وأشار التقرير إلى أن الأونرواب وضعت إطاراً للعمل للحياد عام 2017 وحدثت عدداً كبيراً من السياسات والأليات والتدبير لضمان الانتثال لمبدأ الحياد الاستجابة العاجلة والملائمة للإدعاءات أو مؤشرات الانتهاكات وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد وأضفت أن الأونرواب لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين وأن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانية قال برنامج الإغذاء العالمي أنه استخدم طريقاً منصقاً جديداً لإصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة من جانبه أعرب سكان شمال قطاع غزة عن ارتياحهم قليلاً من عودة بعض المخابز للعمل من جديد بعد أكثر من ستة أشهر من الحصار الشامل الذي أصفر عن مجاعة غير مسبوقة داخل قطاع غزة دفعت سكانه إلى حافة الانهيار استئنفت بعض المخابز في مدينة غزة عملها بمساعدة برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة رغم الطوابير الطويلة المكتظة من السكان الجائعين إلا أن فرحة عودة المخابز التي هونت من وطأة المأساة قليلاً على قلوبهم ساعدتهم في تحمل ساعة الانتظار التي تصل إلى نحو ثماني ساعات في الطابور للحصول على بعض الخبز بعد معاناة طويلة وبعد أشهر من التعب الحمد لله رب العالمين نجحنا بتشغيل المخبز طبعاً اشتغل المخبز في الشراكة مع الدباليو اف بي برنامج الغزاء العالمي فهم دعمونا في الطحين ودعمونا بالسلار والحمد لله رب العالمين مشت له أمور على خير وقدرنا لحين المشكلة كبيرة في غزة لي مشكلة لمجاعة والحمد لله رب العالمين أمال عريضة ظهرت على وجوه الفلسطينيين في غزة مع البوادر الأولى لشبح انفراجة في الخبز بعد معاناة طويلة من الصعب وصفها بالكلمات أنا أول كنت تتشنطتي الدوري على طحين من وين مكان جيب الحطب ما تلقيهوش أو ما تلقيش في طحين حتى الطعم مولادك بس هل جيت توفر عنا الخبز والحمد لله رب العالمين هذا نجاز كبير من رقبنا ووفر علينا وجهد ووقت حتى انك تروح تلقتي حطب وجيب نار لأنه ساعتها لجيت أنا زوجي مفجود مني أنا أكون أم ومني أنا أكون أبو يعني أنا أروح أدور على حطب أروح أخبز أو أدور على طحين كنا متبهدلين أما لها لجيت الخمسة الشيكل ولا الشيكل برنامج الأغذية العالمي قال إنه استخدم طريقا منصقا جديدا لإيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث قام بتسليم الطرود الغذائية ودقيق القمح عبر عدة قوافل لإنقاذ أهل غزة قال فيليب لازاريني المفاوض العام للأنروا إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا يوما بعد يوم بما في ذلك في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وضاف لازاريني بأن العملية الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نورشامس بمدينة تول كرم في الضفة الغربية تسببت في خسائر في الأرواح بالإضافة إلى أضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة وأشدد لازاريني على أن القيود المفروضة على الحركة وعنف المستوطنين الإسرائيليين تعيق وصول الناس إلى الوظائف وسبل العيش وتفرد حالة للخوف المستمر مضيفا أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال ومعالجة الصراع الأطول أمدا دون حل من خلال الوسائل السياسية والالتزام الحقيقي بالسلام أفادت مراسرة القاهرة الإخبارية بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة صفد شمال إسرائيل من الجنوب اللبناني كما أشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت في صفد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ السابع من أبريل الجاري ومن جانبه قال جيش الاحتلال أنه رصد نحو 35 عملية إطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية على منطقة عين زيتيم ودون إصابات كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات صواريخ الكتيوشة انطلقت على مدينة صفد من الجنوب اللبناني وفي الوقت نفسه أعلن حزب الله قصف مقر قيادة لواء المشاهد الثالث والتابع للفرقة الحدية والتسعين في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكتيوشة أصيب مواطنا في غارة إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان وفادت السلطات اللبنانية بأن الطيران الحربية الإسرائيلية شن غارة استدفت منزلا في المنطقة الواقعة بين بلدتي صريفة ودردغية ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة عقد قدت تولس والجزائر وليبيا لاجتماع التشاوري الأول بقصر قرطاج وإشاركوا في الاجتماع التشاوري الذي يستضيفه قصر قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وأكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات لدى أصوله إلى تونس للمشاركة في القمة الثلاثية أكد متانة العلاقات بين بلاده وتونس مشددا على أن تونس لن تسقط أبدا أكد رئيس الهيئة العليا لانتخابات تونسية فاروق بوعس كاردروتا أن تكون القرارات الترتبية للهيئة المتعلقة بالمسار الانتخابي عموما وخاصة المنظمة لإجراءات وشروط ترشح الانتخابات متطبقة مع الدستور وشدد أبو عسكر على حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات النازية وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسية الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام على إرادة الناخبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال الجيش الأوكراني أن روسيا لديها نحو 25 ألف جنديين يحاولون اقتحام بلدة شاسيفيار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب وتسيطر أوكرانيا على كل تشاسيفيار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دوناتسك لكن القيادة العسكرية في كييف قالت أن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من مايو والذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية يأتي هذا بينما حذر الرئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف من هجوم روسي جديد مع مواجهة صعوبات على الجبهة الأوكرانية خلال الشهر القادم وأكد بودانوف أن الجيش الأوكراني يواجه نقصا في المجندين الجدد والذخيرة بسبب التأخير الكبير في تسلو المساعدات الغربية وذلك على الرغم من أن الكونغرس الأمريكي صوت مؤخرا على منح كييفا مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار كانت علقة منذ فترة طويلة أكد الكريملين أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أرضها وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الجيش سيحلل الوضع القائم وسيتخذ كل الإجراءات المطلوبة لضمان أمن روسيا وكان رئيس البولندي أندري دودا قد أعلن استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها في حال قرر أن يتعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا ومدينة كالينجراد المزيد في هذا التقرير في خطوة تهدد بالتساء المواجهة مع روسيا أكد رئيس البولندي أندري دودا استعداد بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي لنشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر النيتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة إجراء روسيا مماثل على أراضي بيلاروسيا الخطوة البولندية جاءت خلال زيارة لرئيس دودا للولايات المتحدة عقد خلالها لقاعة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين بالإضافة لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تركز بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية الروسية وكشف رئيس البولندي أن المباحثات بشأن تعاون نووي مع الولايات المتحدة تجري منذ مدة مواضحا أن بلاده أبدأ استعدادها لهذه الخطوة خلال المخادثات مع واشنطن رئيس البولندي أعتبر أن قرار بلاده لنشر الأسلحة النووية جاء ردا على الإجراءات الروسية الأخيرة لتعزيز تواجدها العسكري في كالنجراد بالإضافة لنشرها أسلحة نووية في بيلاروسيا وردا على الآلان البولندي أكد الكريملين أن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها وخلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في لوتوانيا تعهد الحلفاء باتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان صدقية وفعالية وسلامة وأمن مهمة الردع النووي للحلف في آقابي أعلن الرئيس الرئيسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تيكتيكية في أراضي حليفته بيلاروسيا المجاورة من أوكرانيا وبولندا قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق من أجل توسيع العقوبات الحالية على الطائرات المسيرة الإيرانية لتشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى وجهات مثل روسيا دعا رئيس الفرنسي مالواي ماكرو جميع الأطراف إلى الالتزام بأكبر قدر من ضبط النفس وأشار ماكرو لأنه يسعى إلى تفادي تدهر الوضع في الشرق الأوسط مكررا عزمه على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار كما اعتبر ماكرو أن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ينطوي على خاطر تصعيد عسكري شامل قال محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لم يرتكب جريمة بدفع أموال لمحاميه السابق عام 2017 رافضا تأكيدات المدعين بأن ترامب سعى للتستر على دفع المحامي أموالا لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016 وحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرافعات الافتتاحية في محاكمته بقضية جنائية ندد بها مسبقا ووصفها بأنها تندرج في إطار حملة اضطهاد ترمي إلى ضرب حضوده في العودة للبيت الأبيض أعلنت الحكومة الأرمينيان رئيس الوزراء نيكول باشينيان استقبل الممثل الخاص الاتحاد الأوروبي لجنوب الققاز تيفو كالر لبحث مسألة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأدربيجان وناقش الجانبين أيضا الوضع الإقليمي الراهن في المنطقة والمفاوضات الجارية بشأن معاهدة السلام بين أرمينيا وأدربيجان وشدد كلار على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعملية المفاوضات بين باكو ويريفان في سبيل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة أطلقت مواسسة حياة كريمة قافلة طبية بالتعاون مع جامعة قناة السويس للتوقيع الكشف الطبية على المواطنين في قرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية وتقدم القافلة الكشف بالمجان في تخصصات طبية متنوعة لكل فئات العمرية وكما تمتدوا لتشمل التوعية الأسرية للمقبلين على الزواج بالإطافة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية المختلفة نحن النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتقوم بالتعاون مع جامعة قناة السويس في تقديم القافلة الطبية والزراعية والبيطرية والتوعوية نحن النهاردة متواجدين داخل قرية المنايف تحديدا في مركز أبو سوير في مدرسة الشهيد المرحوم غريب اللي ابتدائية والحقيقة أننا نحن نقدم النهاردة أكتر من 11 تخصص طبي ما بين رمض ما بين عزام ما بين أطفال ما بين بطنة ما بين نسا وتوليد تخصصات كتيرة جدا أيضا عندنا القافلة الزراعية والبيطرية بتجوب المزارع بتجوب المواشي للكشف عليها وتقديم الخدمات الطبية وتقديم التوعية المناسبة لأهالينا من الفلاحين بخصوص كيفية الزراعة كيفية التوعية الزراعية أيضا الكشف على المواشي وتقديم الأدوية البطارية ليهم النهاردة زي ما حضرتك شايف الأقبال كبير جدا من أهالي القرية خصوصا أن القافلة بتقدم تخصصات كتيرة جدا بتقدم أدوية كتيرة جدا في كافة تخصصات وإحنا شغالين معاهم إن شاء الله وبإذن الله يعني ننال استحسانهم وننال القدر المناسب من رضاهم بإذن الله جامعة قناة سويس بتقدم قوافل شمالة لمحافظة الإسماعيلية مراكز محافظة الإسماعيلية ومحافظة سويس على هيئة قوافل طبية الكشف والعلاج بالمجان يمكن أكتر من 11 تخصص وكمان قوافل طبية بيطارية أيضا الكشف على الحيوانات والعلاج بالمجان وبيرافق هذه القافلة قوافل إرشاد زراعي بنقدم الإرشاد الزراعي لأهالينا في المزارعين والمنتجين وكمان بنقدم بعض الأدوية والمخصبات الزراعية بالمجان لأهالينا في الملكس السيدات هنا يعني عندهم غالبا يعني بيكون عندهم عدوى أو كلام من ده هم بيرحوش يكشفوا يعني بيكسلوا أو بيوفروا فلوس أو كده فالقافلة مفيدة ليهم نعم بتقدم لهم العلاج لحد عندهم بتوفر لهم المشوار وبتقدم لهم العلاج قرية المنايف قرية كبيرة من ساحة توسع وما تتوفر فيها الخدمات الطبية اللي كل فترة معايا بتتسنى القافلات الطبية دي لأنها متنفس ليهم على سين حياة كريمة دي تخدم المواطنين والناس بتحس بالحاجات دي وبتفرق معهم كتير وخصوصا فيها عدوية وفيها حاجات زي كده كشفت برد وكشفت عزوم حلو وبيدوا علاج ولاج كويس جربنا قبل كده كذا مرة أنا كشفت عيون ما شاء الله عليها الدكتورة جالتلي تعالنا فيه عند عملية جالتلي تعالنا العيادة هتعملها مجانة إن شاء الله ما شاء الله حياة كريمة جايما بدور على أعلى مستوى نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بحضور ممثل وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد التي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى سابع والعشرين من شهر أبريل الألغاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعصمات الإدارية نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بحضور ممثل وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى سابع والعشرين من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعصمة الإدارية وبمشاركة أحد عشرة دولة عربية وهم مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، الكويت، تونس، سوريا، العراق، السعودية، الأردن والإمارات وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين نشكر الجمهورية المصر العربية ونشكر سيادة الرئيس خصوصا على رعاية هذه البطولة والموافقة على استطاقة البطولة هذه طبعا نحن من فترة طويلة للأسف بطولات الفروسية كانت تغام لكن بشكل محدود جدا لذلك لأنه رياضة الفروسية شوي فيها يعني مكلفة وما حتجد الميادين والخيل في كل الأماكن لذلك الآن إحنا يعني تأتي أهمية البطولة هذه بعد يعني فترة طويلة ما عملنا رجعنا اليوم لقينا نفسنا الحمد لله رب العالمين مشاركين في بطولة أو حنعمل بطولة إن شاء الله في جمهورة مصر قوية جدا مضمار جديد وخيل جديدة وقوية إن شاء الله وفرصان عندهم خبرات لذلك إحنا حيكون فرصة لتشارك الخبرات وفرصة لتحقيق نتائج وفرصة لتطوير الخيل وكذلك الفرصان ويعني حتى الفكر الرياضي بشكل عام سعيد أن احنا اشتركنا وتم اختيارنا مع دارة المدرعات في خطوة المسلحة أن احنا نكون جزء من الفعاليات اللي بتنظم دلوقتي هي بطولة كبيرة جدا بطولة عسكرية وبطولة ناشئين دولية وبطولة جمهورية وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفرصية فيه منشآت كبيرة جدا تمت وانا سعيد أن احنا جزء من منظومة بتسعى لإنجاح رياضة الفرصية في جمهورة مصر العربية يأتي ذلك انطلاقا من حرص القيادة العمال القوات المسلحة على تقديم كافة اوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة وتأكيدا على أن ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية حديثة ومنشآت الرياضية متطورة قادرة على استضافة كبرى المسابقات الرياضية بمستوياتها المختلفة النسخة الاولى من البطولة العربية العسكرية للفرصية بتمثل انطلاقا وعهد جديد للفرصية المصرية الفكرة كلها أن انت بتشتغل على رياضة أو اتحاد كانت إلى حد كبير جدا خلال الفترة الماضية منحصرة في أوساط معينة وفي أماكن معينة ومدن معينة لكن النهاردة انت بتشتغل على العهد جديد للفرصية المصرية تدخل معنا القوات المسلحة المصرية بكل قوة وبدعم كامل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر رياضة الفرصية وتعمقها في المجتمع المصري ووضع آليات وضوابط وأندية للفرصية لممارسة أنشطة الفرصية المختلفة وتعتبر البطولة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضي بين كفة الفرسان المشاركين بالبطولة خاصة مع توفير كفة الإمكانيات التي تعزز من نجاح البطولة على غيرار كبرى البطولة العالمية في مجال رياضة الفرصية شهدت محافظة شمال سيناء فعاليات مهرجان سباق الهجن ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة بالعيد القومي والذي يستهل بإطلاق فعاليات السباق وتتواصل على مدر يومين بمشاركة هجانة من كل المحافظات هذا ويشارك في السباق ملاك الإبل من كل محافظات مصر ويتسابقون على أرضية مدبار السباق التابع لنادي الهجن الرياضي المصري بالعريش ويتضمن المهرجان إلى جانب السباق فعاليات متنوعة وعروضا تراثية ومعارضا وفقرات ترفيهية ورياضيا نحق فريقه وزد فوزا كبيرا وبثلاثية دون رد على حساب ضيفه القونة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة تسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز سجل ثلاثية زد كولون من نبيت رازيل وموت سيموسي في الدقيقة السابنة وعبد الرحمن البنوبي في الدقيقتين الثانية والعشرين والثالثة والثلاثين من عمر اللقاء بهذا الفوز رفع زد رصيده إلى ثلاثين نقطة فيما توقف رصيد القونة عند خمس وعشرين نقطة يواجه أرسنال نظيره تشلسي في دربي لندن الثلاثاء ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الدوري التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ويتصدر أرسنال الترتيب حاليا برصيد أربع وسبعين نقطة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول والمتساوي معه في نفس الرصيد عقب خوضهما ثلاث وثلاثين مباراة في المسابقة حتى الآن فيما يبتعدان بفارق نقطة أمام منشستر سيتي صاحب البركز الثالث والذي لعب مباراة أقل قال منظم ماراثون لندن أكثر من ثلاثة وخمسين ألف متصابق أكمل والنسخة الرابعة والأربعين من الصباقة وهو ما يمثل رقما قياسيا عالميا ومثلوا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنسخة العام الماضي التي استكملت أو استكملها نحو ثلاثة واربعين ألفا وتسعمائة وخمسة وستين متصابقا ودع صباق أمس بنحو أربعة وخمسين ألفا ومائتين وواحد وثمانين متصابقا بعد أن كان قد تم تسكيل مشاركة نحو خمسة وستين ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرين متصابقا وقد حطمت البطلة الأولمبية الكينية بيريس جيستريس الرقم القياسي العالمي الخاص بالسباقات النسائية الخاليصة وفي أخبار التقص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا للثرتاء تقص شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود تقص معتد الليلا على الألحاء كفة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر مشاهدين بهذا وصلنا إلى ختام جولة التاسع الإخبارية وهذا تذكير بأهم عنوانها الرئيس السيسي وجهه بمواصلة جهود تحسن مصار توطين الصناعة في مصر بقطاع النقل وسرعة الانتهاء من تطوير الموانئ رئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني أكدان خطورة التصعيد العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة ومصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بقطاع غزة وتطالب بإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها شاهدين الكرام لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكوار كود الظاهر دائما على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة قدم لحضراتكم هذه ناشة الزميل وأي أباضة ولتحياتي لكم نسريني فؤاد إلى اللقاء